السلام عليكم يا أستاذي وعليكم السلام تفضل يا أبني ما بك؟ والله يا أستاذ ثلاث أسئلة حيارتني وأقلقتني ما هي أسئلتك؟ لقد أثرت فضولي سؤالي الأول هل الله موجود فعلا؟ وإن كان كذلك أريني شكله وسؤالي الثاني ما هو القضاء والقدر؟ أما سؤالي الأخير إذا كان الشيطان مخلوقا من نار فلماذا يلقى فيها ليعذب بعد ذلك؟ وهي لن تؤثر فيه لأنه من جنسها؟ لماذا صفعتني؟ وما الذي جعلك تغضب مني؟ أنا لست غاضبا منك لست غاضبا أبدا إن الإجابة في الصفعة على أسئلتك الثلاث لقد صفعت ولم أفهم شيئا قل لي بماذا تشعر بعد أن صفعتك؟ بالطبع أشعر بالألم وهل تعتقد أن الألم موجود؟ نعم إذن أريني شكله لا أستطيع إذن هذا جوابي على سؤالك الأول كلنا نشعر بوجود الله لكن لا نستطيع رؤيتها ثم هل حلمت البارحة بأنني سوف أصفعك؟ لا طبعا وهل خطر ببالك أنني سوف أصفعك اليوم؟ بالتأكيد لا إذن هذا هو القضاء والقدر يا بني ثم يدي هذه التي صفعتك بها مما خلقت تقصد أصل خلقها من طين وماذا عن وجهك؟ من طين أيضا ماذا تشعر بعد أن صفعتك؟ أشعر بالألم إذن تماما فكيف لطين أن يؤلم طين هذه إرادة الله وخلقه؟ فبالرغم من أن الشيطان مخلوق من نار فستكون النار مكانا أليما وعذابا شديدا للشيطان طبقا لإرادة الله ومشيئته يا بني لقد أدرك راعي الإبل في الصحراء حقيقة وجود الله حين قال إن البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير فسماو ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدلان على العليم الخبير يا بني تفكر في خلق الله تجيد الله انتهت الحكاية شاركوها مع من تحبون ولا تنسونا من صالح دعائكم مع السلامة شكرا للمشاهدة